قبل أن ينزح السوريون من بيوتهم بسبب قصف الطائرات والاعتقالات ويعيشوا في مخيمات كان للثلج بهجة ينتظرونها في كل عام أما اليوم أضحى الثلج نذير مشقة ومرض وصعوبة بالغة في ممارسة الحياة اليومية في خيمة منصوبة على أرض ترابية تفتقر لكل الخدمات أثر العاصفة الثلجية على مخيمات النازحين في قرية الزوف غربية إدلب مضاعف كون المخيم شبه عشوائي ويحتاج المخيم لمساعدات عاجلة لتخفف عن سكان المخيمات مأساة العيش في ظل العاصفة الثلجية لا سيما للأطفال وضعنا عندنا مأساوي 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 بالنسبة للخيام بالنسبة للطرقات بالنسبة للسيارات والماء عم تيجي لا تدخل هوني وضع ما بيسوا أبداً أبداً ما عم تقدر تدخل في محلات التركتور البينق والماء ما عم يقدر يدخل ما عم يقدر يوصل الماء لمحلل للخيام رصدت فرق منسق استجابة سوريا تضرر ست مخيمات حتى الآن في ريفي حلب وإدلب وسط تحذيرات من ازدياد الأوضاع الإنسانية سوءاً في المخيمات مع اشتداد العاصفة الثلجية خلال الأيام القادمة بحسب الأرصاد الجوية مع اشتداد البرد وانخفاض درجات الحرارة تزيد معاناة آلاف النازحين هنا في ظل افتقارهم لمواد التدفئة والمساعدات الإنسانية واستخياماً لا يظن أصحابها أنها ستصمد أمام المزيد من الهطولات الثلجية جمع الأحمد حلب اليوم من على الحدود السورية التركية ريف إدلب